رحب وزير الخارجية سامح شكري بموقف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الإيجابي تجاه ترفيع العلاقات مع مصر وخلال لقائه مع مارغريت ساسكينس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المفوض الأوروبي لنشر وتعزيز اسلوب الحياة الأوروبية ضمن لقاءاته في بروكسل أكد شكري على أهمية أن يكون التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوموا على ربط الهجرة بالتنمية وبمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية معربا عن التطلع نحو تعزيز الدعم الأوروبي لجهود مصر لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها